السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم معي في فيديو جديد جيب لكم أخر صيحة الموضع بالنسبة للملابس تركية لفصل الربيع لسنة 2023 فمرحبا بكم كامل معي في هذا الفيديو هذا فكنت منينا لإعجاب ديلكم وكذلك البنات اللي أول مرة كيشوفوا القناة لا تنسوش انكم تنضموا القناة عبر الضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس بس توصلوا بكل فيديو كننزلوا لكم في القناة فمنطولش عليكم البنات كيفما كتشوفوا معي كين هاد النوعية ديال الفساتين لفصل الرابع فكيجي وراقيين في اللبسة كيفما كتشوفوا معي كين كذلك هاد النوعية ديال ملابس للمحجبات بالنسبة للجلي كيجي طويل كيجي على هاد الشكل هذا كين كذلك هاد الموضيل هاد في الأورانج بالنسبة الفوقاني كيجي بالحزام والصار والكيجيش وياقصير على حسب كل وحدة ودوق دياله كين كذلك موضيلات متنوعة من ملابس سبور ملابس رياضية وكين هاد الموضيل كيفما كتلاحضوا معي هاد النوعية ديال الخراسة وكين كذلك تشكيلة متنوعة من ملابس تركيا ملابس راقيا كيفما كتلاحضوا معي في الفيديو كين هاد النوعية ديال الفساتين لفاصل الرابع وكين كذلك هاد الموضيل صار وكيجي واسع بالنسبة هاد الموضيلات فيهم هاد الالوان اللي كتلاحضوا معي فيهم الابيض او البلون قصي والازرق والاسود وكين هاد التشكيلة رائعة من فساتين للمحجبات كيجيو بالحزام وكين كذلك موضيلات جديدة وحصرية على القناة فيما يخص موضيلات تركيا بحال هاد الموضيل اللي كتشوفوا معي في الفيديو هادو كاملين البنات لفاصل الرابع وكين هاد الموضيل كيفما كتلاحضوا في القرونة نسقته هنا يما يصروا ديال الجين كين موضيلات جديدة كذلك من فساتين للمناسبات وكين هاد الموضيل كيفما كتشوفوا كيجي طويل ومستور للمحجبات وكين كذلك هاد الموضيل كيفما كتلاحضوا موضيل لفاصل الرابع فكانت مني نالو الإعجاب دينكم البنات هاد التشكيلة اللي جيبت لكم اليوم ما تنسمناش بلايكات ديالكم اللي كاتتتجعنا دائما لانني نزيد نزل لكم كل نهار فيديو جديد فيما يخص يعني موضة محجبات بصفة عامة سواء كانت تصاميم تركيا كيفما كتلاحضوا هنا يكين هاد نوعية ديال العبيات تحتاني كيجي في اللون الاسود والفقاني كيفما كتلاحضوا فيهم الاسود والبيج وبلون كاسي كذلك وكين هاد الموضيل بالنسبة الخراسة لي كيجيو هيدا خفاف لفاصل الرابع كذلك كيجو شوية قصارين كل واحدة على حسب الضوء ديالها فكيفما قطلكم هاد الموضيلات هادو يعني لفاصل الرابع موضيلات للمحجبات وكذلك لغير المحجبات وكين هاد التشكيله كذلك من فساتين لفاصل الرابع بالوينات لدارجين على الموضة فيهم الاخضر ملكي وفيهم هاد الازرق وكذلك كين الأورنج في هاد الموضيل هادا وكين هاد البيج فكيفما كتلاحضوا الفصلة ديالهم كتجعلها تشكل هادا وكيجيو كذلك بالحزام وكين كذلك هاد الموضيل تهوا يفاصل الرابع شي حاجة جديدة كيفما كتشوفوا فيهم جوج الوينات فيهم البيض هادا وماغوا مغلوق التفاصيل ديال لكم كيجي على هاد الشكل هادا كيجيو مزينين في اللبسة كين كذلك هاد الموضيلات هادو اولا هاد التصاميم الرائعة للمحجبات فيهم غصفوشيا فيهم البيض فيهم الاخضر ملاكي كيفما كتشوفوا الاخضر ملاكي مع البيض كيجي راقي في اللبسة كين كذلك هاد الموضيل مع البيض وبالنسبة هاد الفساتين كيفما كتلاحظوا معي كيجيوا واسعين كيجوا بطبيلات على النص وكيجيوا كذلك بتكريش على الكم كيجوا بصطيفات كيفما كتلاحظوا في العنق كيجوا على هاد الشكل هادا كيجوا مزينين في اللبسة هادو كيجيوا واسعين هادو بالنسبة للخراجات اليومية كين كذلك هاد موضيلات بالنسبة للشميز لداجن عرموضة كيجوا بطبيلات كيفما كتلاحظوا معي كيجوا بطبيلات كيفما كتلاحظوا معي كيجوا بجموعين فيهم البيض كذلك وفيهم هاد الاخضر ملاكي وفيهم الاسود نسقطوا هنا مع الصروة يلجين في رمادي مغلوق وهنا ينسقطوا مع هاد النوعية ديال الصراوي كيجيوا واسعين وكيجوا مستورين كذلك وهذه الأورنج كيفما كتلاحظوا كيجيوا مزيون مع البيج وكين هاد الموضيل كذلك بنسبة هاد تشكيل هاد من الفساتين تهياء فساتين لفاصل الرابع فيهم هاد الوينات اللي كتشوفوا معايا وكين هاد الموضيل اللي شوفنا قبل في هاد الالوان فكيفما كتلاحظوا يعني الاغلبية ديال الفساتين اللي يخرجوا طوندونس هاد الموسم في فاصل الرابع عالفين وثلاثة وعشرين فكيجوا فيهم الالوان وكين هاد الموضيل اللي كيجي راقي في اللبسة كيجي طويل ومستور وبالنسبة لصراوي كيجي واسع كيفما كتلاحظوا معايا فيهم الزيتي فيهم هاد الاسود كيفما كتشوفوا بنسبة الكمام كيجوا على هاد الشكل هاد وكين هاد الموضيلات بنسبة العبيض فيهم هاد الابيض والاسود فاسبق لو شارك تعفوان معاكم يعني الوينات لدرجة عالموضة وكين كذلك هاد نوعية الفساتين هاد التشكيلة هاد من تنسيقات لفاصل الرابع بالنسبة لتصاميم تركيا تصاميم راقية كيفما كتلاحظوا معايا دائما الجديد فيما يخص تصاميم للمحجبات فكيفما كتشوفوا هنا كذلك تنسيقات بانسبة القطع الملابس وكذلك الالوان كين هاد الفساتين لكيجي وراقين في اللبسة كين هاد الموضيلته هو في اللون الابيض كيفما كتلاحظو كيجي مزيون في اللبسة وبانسبة هاد الفساتين كيفما كتلاحظو بالنسبة للأورنج كي يجب زيون في اللبسة كذلك وهذا الأبيض والأزرق فأنتم منينا لأعجاب لكم هاد الموضيلات اللي جيبت لكم اليوم بالنسبة للبناس اللي بغوا يشوفوا شي حاجة معينة في القناة ما تنسوش أنكم تخليوا لي الأراء ديالكم في خناة التعليقات فهنا يا حبيباتي بهذا الموضيلات نقول لكم مع السلام نتلقوا في فيديو جديد إن شاء الله